رجل يحكي لعثمان ابن عفان قصة دفنه لجنيين مسلم عن معاذ ابن عبد الله قال كنت جالسا عند عثمان ابن عفان فجاء رجل فقال ألا أخبرك يا أمير المؤمنين عجبا بينما أنا بفلات كذا وكذا إذا إعصاران قد أقبل أحدهما منها هنا والآخر منها هنا فالتقي فتعارك ثم تفرق وإذا أحدهما أكبر من الآخر فجئت معتركيهما فإذا من الحيات شيء ما رأت عيناي مثله قد كثرة وإذا ريح المسك من بعضها وإذا حية دقيقة صفراء ميتة فقمت فقلبت الحيات كيما أنظر من أيها هو فإذا كمن حية صفراء دقيقة فظننت أن ذلك الخير فيها فلففتها في عمامتي ودفنتها فبينما أنا أمشي فناداني مناد ولا أراه فقال إنك قد هديت ذلك حيان من الجن بن لشيصان وبن القيس التقوا فقتتلوا فكان بينهم من القتلى ما قد رأيت واستشهد الذي دفنت وكان أحد الذين سمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم